خلال الأسابيع القليلة الماضية دخلت ليبيا مرحلة من الاقتتال الداخلي في عدة مدن عنوانها الأبرز صراع على السلطة ففي بنغازي يستمر العنف في المدينة التي مزقتها الصراعات بين الجماعات المتشددة والجيش الوطني الذي يقوده اللواء خليفة حفتر فقوة حفتر الذي يقود عملية الكرامة تحظى بدعم من العشائر الشرقية الكبيرة وتواجه أنصار الشريعة التنظيم المصنف على لائحة الولايات المتحدة للإرهاب وحلفائه المتشددين وقد حققت قوات حفتر سيطرة على المدينة بعد عمليات متتالية وضربات بالطيران إلا أنها تعرضت لامتكاسة مؤخرا إثر سيطرة مقاتلي ما يعرف بمجلس شورى ثوار بنغازي على معسكراتها بالمدينة بالإضافة إلى معسكرات تابعة لقوات الصائقة الخاصة امتدت معارك الميليشيات في ليبيا إلى العاصمة طرابلس خاصة في المنطقة المحيطة بمطار طرابلس الدولي وفي جنوب غرب طرابلس حيث تقاتل الميليشيات من مصراطة إلى جانب حلفائها ضد قوات الزنتان وحلفائها وقد قتل نتيجة هذه الاشتباكات أكثر من مئة شخص في حين تم قصف مستودعات وقود ضخمة مرتين وإضرام النيران فيها وفي مدينة درنة شرقي ليبيا التي امتد لها الصراع قصف الطيران الحربي التابع لحفتر رتلا عسكريا يدبع لمجلس شورى درنة يتكون من خمس سيارات في منطقة العقبة القديمة كما قصف الطيران الحربي مغزنا للأسلحة بقرب ميناء درنة ومغزن أسلحة وذخائر في منطقة الحصين في نفس المدينة